الأنسة كانت عن تسوق بسرعة بس طلبت منها شهادة الأسواقه وما طلع معها شهادة أستاذ بتعرف حضرتك شو ممكن يصير إذا عملت حادث وهي ما معها شهادة هيتفضل حكي معا ألو بابا زاهين هون هو يلي حكى معه كيف بيعمل هيك شي؟ آآ السارة بنتي طمنيني أنتي منيحة الزيتي صار معك شي؟ ليكي عطي الموبايل لزاهين ماشي احكي معه إيه أستاذ ليش سارة عم تسوق وحضرتك موجود؟ أنا آسف بس هي طلبت مني أنزل وأترك السيارة أصريت إبقى بس هي ما قابلت كرمال هيك طريت أتصل بالشرطة خلص مو مشكلة اتفع الغرامة وخد سارة عالبيت وبعدها تعلى عندي فورا ماشي حاضر شكرا يا أبني حليت المشكلة بالوقت المناسب لأنه سارة ما بتعرف تسوق سيارة وبصراحة بخاف تعمل شي حادث وتأذي حالة أنا ما بدي أوصيك المرة الجاية إذا عاندتك بتحكي معي فورا مثل ما بتعرف أستاذ كنت عم اشتغل بدوام جزئي بسبب الوضع الصحي لأبي اليوم حليت المشكلة بالوقت المناسب بس يمكن المرة الجاية ما قدر إني حلا لو سمحت لهيك أنا ما رح أكمل شغل أنا ما فيني أتعامل مع الأنسة سارة أنا مستعد أعمل أي شي بس بترجاك لا توكلني بها المهمة هاي لو سمحت توظف لك حدا تاني بس هي المهمة مؤقتة لأنه أول ما يرجع صابر لهون رح أنقلك على وظيفة تانية بس حاليا هالفترة هذا شغلك ايه وبالنسبة لبنتي سارة أنا رح أحكي معه ماشي استاذي صباح الخير بابا عبال المياه شكرا واو كتير حلو حبيتها شكرا بابا إلي لصاتك زعلان مني؟ لو اليوم ما كان عيد ميلادك كان رح يكون إلي حكي تاني معك أنا آسف بس الاعتزار لحاله ما بفي توعديني أنك ما تكرري اللي عملتيه خاصة مع زاهين ما عد بدي أكي تعاملي بهذه الطريقة زاهين شكالك علي؟ لا مو هيك بس لازم تكوني أهدى بدي تفكري منيح قبل ما تتصرفي وليكي زاهين رح يضل معك كم يوم ماشي موسيقى 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 ilos وقی يعني معقول بنت حلوة مثلك ما بتقدر أبداً تعمل شغلة صغيرة بدي ياكي تجاوبيني أنت من الأشخاص يلي بيستسلموا بسهولة وهاج الموضوع مو سهل مثل مو أنت مفكر هو شخص محترم وبيحب بناته وشايفون ومعنوا مصدق وأبداً ما بيفكر بحد غيرهم بعدين حاولت قد ما فيني يتقرب منه بس ما قدرت ألفت له انتباهه ماشي التركي ما نغير الخطة شو يعني؟ لما ما بتنجح الخطة الأولى المفروض أنه تكون في خطة تانية شو قصده؟ قصدي أنه لازم أنت تاهدي إحسان لو شو ما كانت تماماً بس هاي المرة ما رح تستخدمي الجمال أبداً لازم تستخدمي عقلك وكيف رح تتصرفي؟ أنا رع علمك اسمعيني مني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كانت عم بتصل فيك ما فيك ترد؟ بس أنا عم أكل شو مو شايفتيني؟ ما فيك ترد على الموبايل وإنت عم تأكل؟ كم مرة قلتلك؟ لما كن بدي اطلع خلي السيارة جاهزة يلا خلص بسرعة لنروح البرج يلا ما في الوحد يأكل عرواء ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر مرحبا أهلا وسهلا سارة كيفك؟ كالعادة بتظلي متأخرة وين كنتي؟ الكل جو عم يستنوكي كنت عم اختار فستان أعطيني رأيك كيف طالعه؟ تاخدي العقل مثل العادة أنجد؟ أكيد يلا خلينا نمشي غريب سارة ضحكت أول مرة بشوفها هيك هاد ليش عم يتصل فيني؟ مين؟ ابن الشوفير شو بدك؟ شو عندك عطلة؟ صار وقت روحتك عالجامعة بدك استناكي ولا روح؟ ما في داعي تفكر فيني أو تعكل همي وانتبه المرة الجاية لا تتصل فيني التزم حدودك مفهوم؟ ليش عم بتحكي معي هيك؟ برأيي الأحسن تروحي تعصبي بوشي اللي بيستحق بس معي لا تحكي أبداً بهالطريقة هي هاد الشوفير جاية بديه يحاسبني وإذا بقله شي بيضل عم يجاوبني انتي تجاوز تيحدودك معه ما بسمعك إلا دائماً عم بتبهد لي هو إنسان محترم ومثقف بس انتي عم بتعامليه طريقة غلط هو خادم عندي لا أختي ما بصير تحكي معه بهاي الطريقة أبداً إذا ضلتي هيك بيترككها إيه أحسن إذا تركني تخيلي كل الوقت عم يتدخل فيني أصلاً معني بحاجته لازم نوظف حدا تاني غيره بابا ما رح يوظف غيره ولازم تعرفي أبي ما رح يسمح لك تسوقي السيارة سارة بدك تغيري اسلوبك مع زاهين جهزي حالك بسرعة رايح أشوف شو صار بالفطور ماشي بوا رح تجيب لك ياه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة